موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتابعي قناة تعليمي في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على جديد فروض المراقبة المستمرة لهذه السنة الدراسية ان شاء الله حسب المذكرة الوزارية التي تؤثر اجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 فهناك فروض المراقبة المستمرة وايضا تمت اضافة فرض جديد وهو الفرض الموحد على صعيد المؤسسة اولا بالنسبة لفروض المراقبة المستمرة الصفية فكما كان عرفوا ان كل دورة او كل اسدوس في جوجة الفروض الاسدوس الاول فيه الفرض الاول والتاني والاسدوس التاني اي الدورة التانية حتى هي فيها جوجة الفروض في جميع المستوياته من الابتدائي الاعدادي التناوي الاضافة الجديدة هي الفرض المراقبة المستمرة الموحد على صعيد المؤسسة هالفرض هذا يكون في نهاية كل دورة او نهاية كل اسدوس غادي يكون واحد الفرض موحد بالنسبة الابتدائي في اللغة العربية والامازيغية واللغة الفرنسية والرياديات والنشاط العلمي يعني مثلا التلاميذ جال واحد المستوى مثلا المستوى خمس مثلا غادي نجمعوهم كاملين وغادي ندروا لهم في نهاية الدورة واحد الفرض موحد فهذه المواد هذه اللغة العربية والامازيغية والفرنسية والنشاط العلمي والرياديات بالنسبة الامازيغية في المدارس اللي يقرروا فيهم الامازيغية هذا الفرض هذا موحد في كل اسدوس في نهاية كل اسدوس غادي يكون هذا الفرض موحد في جميع المستويات في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الباكالوريا في الاعدادي احتى هو غادي يكون في المواد اللغة العربية والفرنسية والرياديات وفي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والارض هذا هو الجديد هذه السنة وهذا فرض المراقبة المستمرة الموحد اللي قد يكون على صعيد المؤسسة في جميع المستويات وبالتوفيق للجميع ان شاء الله